اشتركوا في القناة الافتراضي والواقع المعزز في التدريب الخاص بالعمليات التشغيلية وجاء التكريمة تحت فئة أفضل استخدامات الواقع المعزز والميتافيرس وهذه هي المرة الخامسة التي تحصل فيها ألبى على هذه الجائزة حيث تم اختيار الشركة لتطبيقاتها المبتكرة في البرامج التدريبية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز من أجل توفير بيئة آمنة ووقعية ومتكاملة في البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف جوانب العمليات التشغيلية تمتلك مملكة البحرين تاريخا عريقا في مجال صناعة النفط يعود إلى عام 1932 وحرصت مملكة البحرين الحفاظ على هذا التاريخ من خلال متحف النفط الذي يأخذ الزائرين في رحلة عبر الزمن للاطلاع على صناعة النفط البحرينية الأولى في منطقة الخليج العربي بالقرب من جبل الدخان في المحافظة الجنوبية متحف النفط شاهد على بداية عهد النفط في الخليج العربي منذ عام 1932 ومن أرض مملكة البحرين يحكي المتحف المتواجد في موقع أول بئر نفط في المملكة حكاية بحرينية ارتبطت بصناعة النفط التي أصبحت عنصرا مهما في تاريخ مملكة البحرين الحديث والمعاصر في 1 يونيو 1932 بئر رقم واحد أنتج أول كمية من الأويل من البحرين من طبقا سمية طبقة المودود على عمق 600 متر تقريبا وأول انتاج كان في حدود 2000 برميل في اليوم طبعا هذا الحدث كان حدث تاريخي لأنه لما بدنا ننتج احنا ما انتجنا بس في البحرين احنا بدنا ننتج في المنطقة ككل هذا المتحف باعتباره أحد المواقع السياحية يأخذ الزائرة في رحلة عبر الزمن يرى من خلالها مختلف الأدوات التي كانت تستخدم آنذاك في ميدان التنقيب عن النفط علاوة على المجسمات التي تحاكي مواقع العمل في تلك الفترة من تاريخ مملكة البحرين هذا البير مو بس انتج للبحرين هذا يعتبر أول انتج في منطقة شبه الجزيرة العربية ككل فكان تحول تاريخي في الاقتصاد البحريني من نواحي كثيرة احنا قبل كان اقتصادنا قائم على الحرفية صار بعدين اقتصادنا قائم على الصناعة هذه الصناعة فتحت مجالات حق استخدام تكنولوجيا يديدة حق استخدام مهارات يديدة وزيدت موارد الدولة وبالتالي غيرت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة هذا المتحف كعلامة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين يوضح كيف انتقلت المملكة من الاقتصاد المعتمد على الحرف واللؤلؤ الى اقتصاد معتمد على صناعة النفط هذه الصناعة التي لعبت دورا كبيرا جدا في تغيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية لدول مجلس التعوني كافة مدحف النفط شاهد حي على بداية المسيرة النفطية في مملكة البحرين مع اكتشاف اول بئر النفطي في عام 1932 ليساهم ذلك في تغيير مستقبل المملكة وتأسيس صناعتها النفطية ريم جناحي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين اصدرت هيئة اسواق المال الكويتية القرار رقم 118 لعام 2024 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس انشطة اوراق مالية وتقرر تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس انشطة اوراق مالية ومستشار استثمار وكيل اكتتاب برأس مال مليون دينار كويتي وتسري هذه الموافقة لمدة ستة اشهر وذلك الاستفاء المعيير التي تحددها الهيئة اشتركوا في الغرب اشتركوا في القناة